الاهتمام بالرأي وإطالة الفترة بين الرأي والأخرى تبعاً للظروف الجوية إضافة الأسميد العضوية ومحسنات التربة من الجبس الزراعي مع ضرورة العزيق والتقليب بالتربة الاستمرار في مقاومة دبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية والمبيدات المصابهة يجرى التقليم الشتوي للأشجار بعد جمع المحصول اشتركوا في القناة